الأسماء المطروحة بحد ذاتها اليوم أستاذ رحيم سواء المشهداني أو العيساوي أو حتى الكريم هل تلقى قبولا لدى الجانب السني والإطار التنصيقي بحسب ما يدور في الكواليس السياسية؟ بالتأكيد هذه الأسماء محترمة هذه الأسماء هي من الأوزان التقيلة أعتقد أنها هي القريبة للتسمية أرى أن هناك شخصية المشهداني لربما تحظى بقبول كبير في ظل المكون السني في ظل الإطار في ظل بقية المكونات أعتقد أن العملية لربما هي مساحات لا أستطيع أن أجزم ولكن أقول هذا رأيي الشخصي مسألة القبول هي مسألة تحتمد على المحركات الأخرى وما قلت المصاحة للعلاقات وأيضا مساحة المصالح اليوم كلما كان هناك حراك لأي شخصية في ظل أن يكون مقنعا للآخرين في ظل أن يضع اللبسات الحقيقية للقرار أي أنه يكون قادر على أن يؤلف ما بين القلوب ويعمل باتجاه المصطحة العليا ويعمل بقضية الإثار وليس الاستثار أعتقد أنه قادر على أن بالنتيجة يقنع الإطار ويقنع بقية القوى وهذه عملية ستؤثر عليها طبعا مجالس المحافظات واختيار المحافظين إضافة إلى كما قلت المحركات الخارجية المحركات الخارجية دائما ما نشهد لها دخول على القط حتى وإن كان في اللحظات الأخيرة ولكن هذا الدخول اليوم بات ضعيفا ولكنه مؤثر هذه معادلة يجب أن نضعها ومعيير نضعه في الحسبان العملية بنجملها خاضعة دي كما قلت القرار الإطار أين سيذهب أين سيتجه ولكنه يضع هذه القضية في كفة ميزان أمام تفاعل القوى السنية مع المشهد بنجمل عملية الاستقرار والعنوان للشخصية التي سيختارها اشتركوا في القناة